طيب الحديث الأربعون حديث الأخير عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم قيامة أو قال العباد عراتا غرلا يعني غير مختونين بهما ما معهم شيء ما معهم شيء إذن حفات عراه غير مختونين بهما ما معهم شيء قال كلنا وما بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وهذا يدل على أن بعض أهل المحشر أقرب إلى الله من بعض من آخرين ماذا يقول وهذا من عظمة رب العالمين هذا موضوع الشاهد أنا الملك أنا الديان أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قال قلنا كيف وإنما وإننا إنما نأتي الله عز وجل عراتا غرلا بهمة فكيف سيكون القصاص كيف سيكون التعويض ما معنى شيء ما في الدينار ولا درهم قال بالحسنات والسيئات رواه الإمام أحمد وذكره البخالي مختصرا معلقا وحسنه المنذري وابن القيم والعراقي وابن حجر والصحاء والألباني وهذا الحديث الذي رحل جابر بن عبد الله شهرا إلى الشام واشترى بعيرا خاصة خاصة لهذه السفرة ليسمع من عبد الله بن أنيس هذا الحديث قال بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا شوف هذا يعني درس من جابر رضي الله عني طلبة العلم كيف تحمل المشاق لطلب العلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إلي شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس هذا حديث عظيم في القصاص واقتصاص الخلائق بعض من بعض بالحسنات والسيئات فلا يجاوز الجسر ظلم ظالم حتى يقتص منه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ثم وفيت كل نفس فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لا ظلم اليوم إن الله سنعي على حساب حتى يقتص للبهائم والحيوانات من بعضها البعض كما قال عليه الصلاة والسلام لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء صاحبة القرون رواه مسلم وعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال يا أبي ذر هل تدري فيما تنتطحان قال لا قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما رأى أحمد وحديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري وحديث أتدرون من المفلس مع أن عنده صلاة والصيام والزكاة لكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وكرمال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم قوله أنا الملك أنا الديان الملك بيده ملك السموات والأرض الديان الحكم الحكم الذي يجازي ويحاسب إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقوله ثم يناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب هذا فعلا شيء معجز البعيد والقريب سواء في السماء يسمع من بعد كما يسمع من قرب وبعض الخلق أقرب إلى الله وهو ينادي العباد أنا الملك أنا الديان ترجمة نانسي قنقر